السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما في سلسلة إتمام دروس المونير في اللغة العربية لسنة الخافية من التعلم الابتدائي درس اليوم يتعلق بالصفحة 94 من الكتاب المتعلم المتعلمة مكون الشكل والتطبيقات الكتابية الحصة الأولى الفهم والشكل أولا أتذكر أميز المصادر عن الأفعال عند خروج وإخراج وخرج فتح فتح وافتتاح إذن هنا خروج هذا مصدر إخراج أيضا مصدر خرج هذا فعل فتح فعل فتح هذا مصدر وافتتاح هذا أيضا فعل أعفوا المصدر إذن ممكن أننا نضع نعم خطوط بهذا الشكل إذن المصادر سطر واحد والأفعال سطرين إذن خروج وإخراج وفتح وافتتاح هذه مصادر تفقنا تحت منها سطر واحد ثم خرج وفتح هذه أفعال تحت منها سطرين إذن إحنا ميزناهم نعم ممكن أنكم تديروش دول وتديرو فيه المصادر والأفعال وأنكم تكتبوا المصادر في الخانة دي لهم والأفعال في الخانة دي لهم ثم آتي بجملة تتضمنوا مفعولا مطلقا وأبين نوعه إذن هنا مطلوب مني أنني نعتيه وحي المفعول المطلق نعم ونبين نوع دي لهم إذن أنا أصدقائي وجدت لكم وحي المجموعة متنوعة قبل ذلك تفقنا؟ يعني دي تأكيد وقوع الفعل بيان العدد وبيان نوع الفعل للاستئناس إذن أولا هنا بعد أولا المصدر المصدر هو اسم يشتمل على الحروف الأصلية للفعل وهو يدل على حدث مجرد من الزمن إذن بجد أقلوع القاعدة دي للمصدر إذن الجملة تتضمن مفعول مطلقا نعتيتكم هنا ستادي الجمل بثلاثة دي الأنواع دياله يعني هنا مثالا لكلنا تأكيد وقوع الفعل مثلا انطلق الصاروخ انطلاقا خرج الطفلو خروجا إذن هنا مفعول المطلق يعني هنا نؤكد وقوع الفعل كيف خرج الطفلو خروجا كيف انطلق الصاروخ انطلاقا هنا بيان عدد الفعل سجد الرجل سجدتين يعني كي بينا شعال قام بهذا الفعل ثم ضرب الأستاذ التلميذة ضربتين نعم ضربتين إذن هنا شعال ضربه ضربتين ثم بيان نوع الفعل نجح هذا المجتهد نجاحا باهرا إذن هنا كان بينا كيف شهد الفعل هذا ندمت ندما كيف هو هذا الندم؟ شديدا إذن أصدقائي هذه المهمة الأمثلة التي أتيتكم ممكن أن تزودوا بأفعال أخرى ثم آتي بكلمة تنتهي بهمزة متطرفة فوق السطر وأخرى تنتهي بهمزة متطرفة فوق لي نعم إذن طلبوا مني أنني نعتي مثال لكل نوع ديالهمزة المتطرفة فوق السطر وفوق لي إذن لحظنا فوق السطر مثلا ضوء سعماء أسماء إذن هنا سكون حي وهنا سكون ميت أو مد بالآلف تفقنا ثم فوق لي عندنا شاطئ مبادئ ويكافئ إذن هذه كلمات تكتابوا لهمزة على الياء هنا كما لحظنا إذن الآن أقرأ النص قراءة هاميسة سنقرأها قراءة جهرية إذن تهنئة المتفوقين هنأ مدير القناة التلاميذة تهنئة المتفوقين فبدأ يقرأ عليهم أسماء الفائزين بدءا من الإناث ثم الذكور وشيئا فشيئا بدأت تتعالى أصوات الفرح والسرور وعند انتهاء المدير من القراءة صفق الأطر والآباء والأمهات تصفيقا معتزين بما حققه الأبناء من نجاح إذن بالنسبة للأسئلة الفهم هنا آتي بعائلة كلمة هنأ إذن العائلة الكلمة هنأ مثلا نأتيكم هنا مثلا هنأ يهنئ تهنأ تهنئا وتهنئة ثم أبين أسباب تعالي أصوات الفرح والسرور إذن السبب هنا أول لأن المدير القناة هنأ التلاميذة المتفوقين هذه اللولة وأيضا وكذلك لأنه قرأ عليهم أسماء الفائزين ثم على ماذا أو على ما يدل مجيء مدير القناة إلى الحفل إذن هذا للحفل دليل على اعتزازه وافتخاره بهؤلاء الناجحين أو الفائزين إذن الآن أنقل ما كتب باللون الأزرق في النص على دفتري وأشكونه شكلا تاما إذن مطلوب مني أنني أشكل هذه الكلمات المكتوبة باللون الأزرق إذن عندي هنا تهنئة بدأت تتعالى أصوات الفرح والسرور هنا صفق الأطر والآباء تصفيقا نعم إذن هذا بالنسبة للشكل ثم أصحح ما أنجزته أو أصحح إنجازي بتعاون مع صديقي أو صديقاتي أو صديقاتي وأصدقائي نفس الشيء إذن أصدقائي بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقطع وألقاكم في الدرس الموالي تحت عنوان التعبير الكتابي التعليق على الصورة صفحة رقم خمسة وتسع شكرا لكم على المتابعة استودعكم الله وإلى اللقاء